موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معاكم يسود باكري اوكي يا جماعة لو انت اومر تشوف فيديوهاتي ما تنساش تشترك على زرارة سبسكرايب ته وتفعل زرارة الجرس لجنبه وعشيني فصلك موسيقى او تنبيهات بكل فيديو جديد بنزله على القناة وعمل لي فول على الانستجرام بحيث انت لو قبلتك اي مشكلة وحبيت تسألني اي سؤال تسألني في وانا هرد عليك فورا ومش هتاخر على اي حد في الرسائل النهاردة عندنا شرح للميزات الجديدة اللي نزلت في برنامج ادوبي بريمير برو سي سي الفين وتسعتاشر اول خاصية ضفوقة جديدة هي خلوا بدل اللومتري كولر بقى اسمها سيليكتف كولر جريدينج وبقى فيها كيرفوس اكتر طبعا احنا كان يعني مش حاجة جديدة البريمير كان فيه كيرفوس بس المرة دي الكيرفوس هنا عاملة زي بالزبط يعني مش انا لو في حد فيكو بيستعمل هيعرف كلامي ده يعني ايه يعني كيرفوس بيبقى فيها يعني بقت اقوى من الاول بكتير تقدر تتحكم في الشادو بطريقة سهلة جدا والالوان تغيرها بطريقة احترافية جدا وعندك الخاصية جديدة اللي ضفوها في وهي الفريق العامل لما بيجي اشتغل على تقدر تعمل دعوة لكل الناس اللي معاك بيشتغلوا على مشروع واحد سواء كنتوا انتوا بقى متجين افلام فبيقى فيه كزا جهاز كمبيوتر مفتح عليه نفس البروجيكت وكل واحد بيعمل حاجة معينة على البروجيكت ده كان المشروع خاصية كانت تضافت في نسخة سي سي الفين وطمتاشر فهم طوروها في سي سي الفين وطمتاشر وخلوا ان انت تقدر تعمل بضغطة واحدة انفايت لكل الناس اللي معاك بيشتغلوا في المنتاج على نفس البروجيكت بتاعك ويمنتج معاك الخاصية اللي بعد كده يا جماعة خاصية رهيبة جدا 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 وهي ان الفيديوهات عادت بتدعم طبعا احنا عارفين الامتداد ده كنا بنخرج به الفيديوهات او بنعمل للفيديوهات عشان اليوتيوب فهم عادوا بيدعموا الامتداد ده بحس ان انت في البلاي باك او الفيديو اللي بقى شغال وانت ما يقطعش ده هيخلي الفيديو يبقى معاك اسرع هو مش هيقطع انت لو جهازك ضعيف فهيقطع اكيد بس خلوا هي البلاي باك اسرع من الاول وبايت اخف من الاول فالفيديو هيتعرض اكتر على البلاي باك وممكن ما يقطعش لو انت جهازك متوسط او قوي كي يا جماعة خاصية جديدة وهي اضافوا ان انت تقدر تتحكم يعني بطريقة كبيرة جدا في الوان البرنامج يعني تقدر تتحكم في الوان البرنامج بطريقة اكثر احترافية من الطريقة الاولى اللي هي تدخل عادي على بعد كده بعد كده بعد كده بقى تيجي على اللي هي الواجهة والتعادل فيها بس بقى فيها تعديلات في الالوان بقت اكتر ممكن تخلي الالوان مريحة اكتر لعينيك وضع فوق ان في برنامج ادوي برمير سي سي الفين ساعتاشر يقدر يدعم او يعدل الالوان اوتوماتيك على حسب نوع الشاشة بتاعتك سواء كانت سامسونج او ال جي يقدر يعدل الالوان اوتوماتيك بحيس انها تبقى كويسة جدا على الشاشة بتاعتك المفروض كانوا عدلوها من زمان جدا بس عادي هم عدلوها بنسخة سي سي الفين ساعتاشر كويس ان هم اخدوا الخطوة دي في البرنامج كيا جماعة وكيرا كنت شرحت لكم اهم ميزات برنامج سي سي الفين ساعتاشر وهي ميزات قوية جدا 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 يا جماعة اه لو انت امر تشوف فيديوهاتي ما تنساش تشترك على زر سبسكرايف وتفعل زر الجلس الجنب هو عشان يوصل لك او تنبيهات بكل فيديو جديد بنزل على القناة وياريت تشترك عشان انا نفسي فيديوهاتي دي توصل لأكبر عدد من الناس لان انا بدعم صنيع المحتوى او فياريت توصلوا يا جماعة القناة دي فياريت يا جماعة ان انتو تشتركوا بحيث ان القناة دي تظهر لأكبر عدد من الناس بحيث ان انا نفيد كل اليوتيوبرز المبتدئين او البدئين على اليوتيوب وعايزين يعمل فيديوهات بالكواليتي حلوة حتى لو امكانياتك قليلة جدا كان معاكم ياسف بكري والسلام عليكم الله تعالى وبركاته